تولس مثل ما نعلم جميعا تمر في ظروف دقيقة سياسيا واقتصاديا في هذه الفترة من أهم بالنسبة لها البوليساريو أم المغرب هو أهم بالنسبة إليها هو المحافظة على وحدة هذه المنطقة وعلى وحدة شمال إفريقيا وعلى وحدة المغرب العربي أو المغرب الكبير ولكن نحن نعرف جيدا كيف هي الأوضاع في داخل المغرب العربي الكبير أو المغرب الكبير ولهذا السبب اعتقادي أننا نحن الآن رجعنا إلى سياسة الاستفاف سياسة المحاور تونس مثلا في سنة 1983 عقدت معاهدة صداقة وإخاء بين تونس والجزائر وهذه وقتها كانت العلاقات لم تكن على ما يرام بين الجزائر والمغرب فكان رد الفعل المغرب وقتها أن عقد الرئيس الملك الراحل الحسن الثاني معاهد على جناح السرعة مع ليبيا ولهذا السبب والثابت على الأقل أن هذه الاستفافات لم تكن في صالح فكرة المغرب العربي الكبير ولذلك لم تدوم طويلا وأعتقد أنه حتى الآن نحن نلاحظ الآن أننا نعيش ربما استفافا من نوع آخر ولكن هذا الاستفاف لن يخدم القضية الكبرى وهي قضية المغرب وأعتقد أنها لم تكن مناسبة بالمرة هذه الدعمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر